يبدو تاريخ الشرق الأوسط وكأنه سلسلة متكررة من الأحداث في أواخر الثمانينيات بدأت دورة جديدة من التاريخ عندما قام السكان العرب في المناطق التي تحتلها إسرائيل بثورة أصبحت تعرف باسم الانتفاضة والانتفاضة فاجأت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كانت عبارة عن ثورة عفوية قام بها الشعب الذي يعيش حالة من الفقر وتحت الاحتلال وعليه اجتملت على كامل السكان الفلسطينيين الذين شاركوا بها عن طيب خاطر الانتفاضة عبارة عن حملة من المظاهرات والأسيان المدني والامتناع عن دفع الضرائب كان المدنيون يرشقون الجنود بالحجارة ويقيمون الحواجز والمتاريس لإعاقة المرور وبشيء من البساطة كانوا يرفعون الأعلام الفلسطينية إسرائيل تعودت على مواجهة المجموعات الصغيرة وهي ليست متعودة ولا تملك سياسة مواجهة شغب وثورة الجماهير الغاضبة عليه أصيب الإسرائيليون بالذهول وهكذا أظهرت صور الإعلام العالمي الشباب من المجندين يضربون المواطنين في الشوارع وبغرابة كانت الصور مشابهة للبريطانيين الذين كانوا يتعاملون مع المحتجين من العرب في نفس الشوارع قبل نصف قرن من الآن وصفت حقبة الثمانينيات على أنها بمثابة العقد الأكثر كآبة في تاريخ الشرق الأوسط انحضرت المناطق المحتلة إلى اللجوء إلى النهج الفوضوي ليقابلها حكم إسرائيلي قاس ومتعنت وعلى نحو متزايد وظهرت الانتفاضة وتزامنت مع فوضى الحرب الأهلية في لبنان وأثناء القتال ظهرت للوجود مجموعات مسلحة جديدة منها على سبيل المثال حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي كلها تواجدت للتصدي للاحتلال تسيرها الحماسة الدينية كانت تلك سنوات طويلة من عمليات احتجاز الرهائن المستعصية ومن عملية التفجيرات الاستشادية في الثمانينيات ظهرت ليبيا كلاعب أساسي في سياسة العالم العربي تحت قيادة الزعيم عمر القذافي وبالثروة التي يوفرها النفط أصبحت ليبيا قادرة على حيازة بطولة المظلمة في العالم العربي وقامت بدعم كل الفدائيين ووفرت نقطة تجمع وحشد لكافة الغاضبين والمحرومين كانت معارضة للولايات المتحدة بقوة ولأي دولة عربية توافق على التسوية مع إسرائيل وبسهولة وصف الغرب القذافي بألفاظ نابية ورث القذافي صفات الرئيس جمال عبد الناصر لديه فلسفة قيام القومية العربية وعليه أحبته الجمهير وكان رجلا يضحك على الغضب العارم الذي يلم بالقوى العظمى وبكل سهولة وبشكل فاضح حاولت أمريكا رونالد ريغان قتل زعيم الليبي في الغارة الجوية التي شنتها على العاصمة الليبية ترابلس واتهمت ليبيا بتورطها في حادث تفجير طائرة بان أمريكان رحل رقم 101 فوق ليكاربي في اسكوتلندا وفي منطقة الشرق الأوسط يندمج التاريخ بالحاضر ففي عام 91 انتشرت قوات أكبر حجد عسكري يشهدها الشرق الأوسط في اتلاف دولي لخوض الحرب في الصحراء العربية فحرب الخليج كما أصبحت تعرف لاحقا بالتاريخ يمكن تفاهمها فقط على أنها نتاج للبحث عن تقرير المصير في منطقة الشرق الأوسط لكن كيف بدأت هذه الحرب؟ بدأ هذا سهلا في البداية اشتاعت العراق جارتها الجنوبية الصغيرة دولة الكويت في حرب احتلال بدأ واضحا بأن لدى العراق الطموحة للسيطرة والهيمنة على حقول النصف في الدول العربية المجاورة كانت حرب عام 91 قد شهدت تشكيلات هائلة من القوات المسلحة الأمريكية تزحف عبر الصحراء وبأعداد لم تشاهد منذ الحرب العالمية الثانية موارج وسفن حربية جبارة تعتبر المحارب القديم الفعلية للحرب العالمية الثانية سر الجيش البريطاني لاستخدامه وللمرة الثانية الرموز والأسماء التي صاحبت انتصاراته في الحرب العالمية الثانية خاصة شعار فئران الصحراء الذي شهدت ثانية سر الضباط البريطانيون بارتدائهم للملابس العربية على نمط مرتدى لورنس العرب لكن حرب الخليج دارت في عصر التغذية المباشرة للأطمار الاصطناعية وللتغطية الإعلامية بقنوة الأخبار وعلى مدار الساعة كانت حربا خاضها جنود على علاقة ود بالإعلام يعرفون كيف يسيطرون على رسالة القتال استخدم في حرب الخليج أسلحة ذات القدرات المذهلة كانت قادرة على اكتشاف أدق الأهداف وفي مسافات بعيدة كانت طائرات الشبح تطير وبشكل غير مرئي كانت حرب الخليج حربا معاصرة استخدمت فيها أعلى مستويات التكنولوجيا وكأن القوات المسلحة الهائلة وهذه الترسانات التي كدستها الدول الغربية سيتم استخدامها أخيرا في عملية إطلاق عنان كبير للتوتر جيوش عملاقة وأساطيل بحرية وقوات جوية لطالما استخدمت لتطويق العدو السوفيتي تنتظر وتراقل بيقظة تعثر مساء المخاوضات في الحرب الباردة وكانت أحداث وصور حرب تسعين وواحد وتسعين مألوفة القوات العراقية عبرت الحدود الكويتية في تموز عام تسعين وفي الشهر التالي وعبر جسر جوي وصلت القوات الأمريكية لمنع أي توسع وصدام حسين الذي ربط انسحاب قواته من سحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وطارب باستبدال القوات الأمريكية بعربية ظل طوال خريف عام تسعين حيث تكدست الجيوش الغربية وبأعداد هائلة في منطقة الخليج ينادي بما نادى به أول مرة وفي كانون الثاني عام واحد وتسعين بدأت قوات سلاح الجو لدول الحلفاء بقصف العراق وفي أصداء الحروب الأخرى كان الهدف التدمير الكامل لسلاح الجو العراقي وتماما كما فعلت مصر أثناء اجتياح السويس أبعد العراق طائراته ومقاتلاته إلى دول محايدة وزحفت قوات الحلفاء الأرضية سوب الكويت وجنوب العراق ومن الصحراء جاءت صور النصر والهزيبة لتكشف حقيقة رعب الحرب الحديثة وبدرجة ناسيها العالم تماما ترجمة نانسي قنقر